اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسارية او تخليل البسارية هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا بمقادير بسيطة هنتعرف على المقادير والخطوات في الخطوة الجاية ان شاء الله وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلنا في المقدمة ان احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مخلل البسارية او السردين الصغير دول عبارة عن كيلو ونص من السمك البسارية ممكن يجيب اكتر او اقل السمك البسارية بيبقى متواجد بكسرة في الاشهر اللي بتنتهي بالريه زي نوفمبر واكتوبر وديسمبر ويناير فبراير بيبقى اخر متواجد لحد شهر فبراير بيبقى احجام بس الحقيقة ماش لقيتش قال الحجم دوا المتواجد في السوق فاحنا بنستفيد باذن الله تعالى من المكونات المتوفرة لنا باذن الله ممكن من السمك البسارية ده نعمل منه مقلي ممكن نعمل منه سنية احنا نهاردة ان شاء الله هنعمل خليل السمك البسارية في تخليله بيختلف اختلاف كبير عن البوري سواء اللي منه الفسيخ او السردين لما بنيجي نعمل مخلي السردين بيبقى لي طريقة تانية في التخليل هنعرفها مع بعض في الخطوة الجاية ان شاء الله وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم السمك البسارية بيختلف عن البوري او السردين المخليل سواء البوري او السردين في تعاملية التخليل او غسيل السمك احنا السمك البوري بنجيبه على اساس نوع حجمه كبير بنخسله وبنخليه ينشف سمك السردين فيه ناس تقول نخسله فيه ناس تقول ان احنا بنخسله فيه مدارس مختلفة وكل واحد فينا بيتتبع الطريقة السهلة البسيطة اللي بيتتبعها هنا هنعمل ايه انا جايبة لمون كباية من اللمون المتوسطة او الصغيرة عايزة ازود اكتر على حسب كمية السمك البساري بعصر لمون على كل مكونات السمك اللي عندي وكل كمية السمك اللي عندي كويس جدا ممكن احتاج اكتر ممكن احتاج اكتر واضيف اللمون زي ما احنا شايفين اللمون هنعمل لي ايه مطهر ومضاد البكتيريا ولو لأي حاجة متواجدة فيه السمك مثلا هيديلي عليها ميكروبات بكتيريا اي حاجة يديلي عليها يبقى مطهرة عامل السمك معقم هينضفهولي هيزلي كل الروائح اللي هي العادية اللي بتبقى فيه السمك هينزلي كل السوائل اللي في السمك على اساس ان انا عايزة السمكة جفة جدا جدا عشان ابدأ اقدر احط لها المحلول الملح اللي احنا هنخلله بها طب بعد معصور اللمون هنعمل ايه احنا هنقلب السمك كويس جدا جدا في اللمون وهسيبه لمدة 24 ساعة زي ما احنا متفقين ان ال 24 ساعة تنزلي كل السوائل اللي فيه السمك احنا هنقلب السمك هنقلبه برفق وهنقلبه مع بعض ونشوف الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا عصرنا كل كمية اللمون المطلوبة على كل كمية السمك المتواجدة عندي هقلبه كويس جدا بالراحة لازم اتأكد ان اللمون ابتدى كل جميع كمية السمك المتواجدة عندي ابتدت تمتازك باللمون عشان اضمن كده بقلب السمك لانه صغير جدا واللحم بتاعه صغير جدا ممكن يتهري معايا بالقيد كده بالراحة ابدأ اقلب احس ان كل سائل اللمون او عصير اللمون ابتدى يدخلي فيه كل المكونات بتاعة كمية السمك اللي عندي بعد كده زي ما قلنا انا هسيبه 24 ساعة ال 24 ساعة دي احنا قلنا طبعا اللمون مطهر ومعقم وبيقديل على اي حاجة موجودة في السمك لأي سبب من الاسباب وبعد كده ان شاء الله هو يدخلي فيه عملية التخليل انا مش هاشته في السمك بعد ما ينزلي كل السوائل اللي فيه هيبدأ اسيبه 24 ساعة احنا انا كده بعمله هي مصفة كبيرة فببدأ بعد ما قلبته باللمون افرده فيه المصفة ادي فرصة للسمك المتواجد اسفل تحت كده ان كل المكونات عندي تبدأ تتمتزج بعصير اللمون ادي السمك زي ما احنا شايفين اهو وتبدأ سيبها ال 24 ساعة تنزلي جميع السوائل اللمون كمان في ميزة ان بيقديل على رائحة السمك العادية احنا ما بيجيب السمك بيبقى لي ريحة العادية بتاعته فهو اللمون بيقديل عليها وبيطخر لي ويعقم لي السمك زي ما احنا متفقين احنا هنسيبه 24 ساعة في التلاجة ونرجع مع بعض الخطوات الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عصرنا اللمون وقلبناه حطناه في التلاجة لمدة 24 ساعة زي ما اتفقنا هينزلي كل السوائل لما انا عصرت اللمون اول ما ابتديت عصر اللمون رائحة السمك العادية اللي احنا بنجيبها دي اختفت تماما بيبقى فيه رائحة السمك احنا كلنا عارفين اللمون مطهر عام بفضل الله سبحانه وتعالى مضاد البكتيريا اي فرصة للسمك ممكن يعملها لي اثناء ان انا اسيبه 24 ساعة اللمون بيقديل عليها تماما ادي شكل السمك بعد ما سيبت 24 ساعة في التلاجة انا بأكد من سيبهش في درجة حرارة الورفة العادية لانه اصلا مش ما يتحملش انه يقعد في الجو العادي لانه هو انا جبابنا عندي مثلا السمك محطوط معرض للهواء هسيبه درجة حرارة الغرفة العادية لا هيحصل لنا ان السمك هيفسد عندي فاقمن مكان زي ما احنا ما تعودين بنحطه في التلاجة ده بيختلف عن البوري وعن السردين السردين حجمه كبير البوري حجمه كبير يتحمل درجة حرارة الغرفة العادية بعد كده نبدأ مع بعض نحضر المحلول الملحي اللي هنخلي فيه السمك ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما سبنا سمك السردين الصغير او البسري 24 ساعة في التلاجة بعد ما عصرنا عليه اللمون وقلبناه كويس جدا طلعنا من التلاجة وده منظره صف المياه كلها اللي فيه بتأكد كمان ان ما فيش اي سوائل لان اللمون اعتبر لي نزل السوائل ويبتدى يمتزك بحجم السمكة هنبدأ بقى نحضر مع بعض المحلول الملحي اللي هيبقى عنصر اساسي في التخليل دي الشطة اللي احنا عملناها مع بعض عندي 3 معالق ملحي خشين ممكن ازود اكتر او اقل على حسب المصدق اللي انا عايزاها وعندي معلقة كركم والكركم برضو بنعتبره اساسي وعندي البابركة بحط 3 معالق عندي احنا هنراجع كده 3 معالق ملحي خشين ممكن يكونوا اربعة وعندي 3 معالق بابركة معلقة متوسطة من الكركم انا فيه اضافة اضافتها لان الشطة اللي عندي انا حطة بتاع 6 قرون شطة صغيرين دي مش حرة يعني عادية فانا حطيت معلقة من الفلفل الاسود دي اختيار على فكرة ان فيه اي اضافة بضيفها لأي منتج انا بصنعه بترفع للقيمة الغذائية وبتبقى مواد مضادة للبكتيريا وطبعا فين الفلفل الاسود مضادة للبكتيريا وعايزين نقول انه مادة حفظة طبيعية ده الفلفل اللي احنا عملناها الشطة زي ما اكدنا بنهتم بعنصر الشطة خصوصا لما يكون داخل فيه تخليل الاسماك لان اي حاجة فيها خلل لقدر الله تفسد لي عملية التخليل اكون مشية صح ومحضرة السمك صح ومكوناتي صح ولقدر الله فوجأ بالنتيجة مش على المستوى المطلوب وممكن تكون من الشطة من الملح من اي حاجة خارجية فانا طبعا بنطقي كل عنصر من المناصر الاضافية اللي بدخل فيه التخليل برش بقى المحلول الملحي اللي عندنا على كل كمية السمك وبقلبه كويس جدا جدا بسيبه 24 ساعة على اساس ان يتخلل عندي كل المحلول كل كمية السمك وبعد ما نسيبه 24 ساعة هنرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله وارجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا اضفنا المحلول الملحي اللي عبارة عن 3 معلق ملحي خشين بأكد لازم ملحي خشين عندي بابريكا 3 معلق برضو عندي هنحط مثلا كوركم ممكن هنحط قمون اي اضافة تتماشى مع انواع الاسماك بتبقى اضافة بترفع للكيمة الغذائية بقلب كل كمية السمك اللي عندي بالمحلول الملحي دو ليه لانا انا عايز السمك كلها تتغلفلي بالملح والكوركم والبابريكا هنحط الفلفل الشطة والفلفل الاسود ده في الاخر في البرتمانات أقلبها كويس جدا جدا وأسيبها 24 ساعة بعد ما سيبها 24 ساعة هتبدأ مرحلة نحطها في البرتمانات وهنبدأ نحطها في البرتمانات في الخطوة الجاية ان شاء الله وارجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما سيبنا كمية السمك في المحلول الملحي 24 ساعة محضرين البرتمانات النجيفة المعقمة بحط قرون من الشطة في اسفل البرتمان وببدأ احط كمية السمك لحد مملأ البرتمان من الافضل ان انا بعمل كميات قليلة في برتمانات صغيرة بحيث ان انا ما اخد كمية البسارية على قد الوجبة تبقى افضل لاني ليها شروط عشان اقدر احتفظ بها هنكمل الكمية ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله وارجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا خلصنا كمية السمك حطينا في البرتمانات قرون الشطة اسفل البرتمان وحطينا كمية السمك وحطينا قرون الشطة في اعلى البرتمان في اضافة زي ما قلنا ان الشطة اللي عندي متوسطة مش حمية او مش حرقة فانا هنا هضيف معلقة متوسطة عندي من الفلفل الاسود فلفل اسود دور بالزبط زي الشطة بيعقم لي وطهر لي ويمنع لي اي فساد لقدر الله في الاسماك ودي اضافة بالنسبة لي لان الفلفل زي ما قلنا مش حرق قوي فانا اضافت له اضافة فلفل اسود لو انا عندي شطة قوية وحامية مش ما فيش دعني انا هحط فلفل اسود لو عايز اضيفه ده اضافة زي ما قلنا بعد بقى ما نخلصنا كل الكمية زي ما احنا شايفين كده هنبدأ اضافة الزيت اهم حاجة بقى المهم جدا ان انا هضيف زيت اغطي كل مكونات السمك اللي عندي لازم اضيف له الزيت الزيت مادة حافظة طبيعية زي ما احنا كلنا عارفين وهيعمل لي عملية بقى التخليل هيتم يتخلل زي حكاية السردين المعلب اللي بنشتريه من بره او اللي بيشترى من بره الزيت هيقوم لي بقى بدور التخليل في تفاعل هيتم بين مكونات الملح والفلفل والبسارية هينزلي طبعا كل المكونات عند البسارية وتبدأ تتفاعل مع بعضها وتعمل لي عملية التخليل احنا هنخلص الكمية نحط الزيت ونرجع مع بعض الخطوة النهائية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا خلص خلصنا كمية السمك حطيناها في البرطمانات وده عينة منها بقفلة كويس جدا جدا محيس ما يدخلاش الهواء قلنا احنا ممكن نقل بالبرطمان لو ما صربش اي حاجة بنختبره بشوية مية قبل ما نحط في السمك ونسيبه يوم بحاله لو صرب خلص ما ينفعشي لو ما صربش ممكن نحط السمك ونقلبه بنخليه لمدة عشر تيام العشر تيام دي بيتخلل فيها السمك وبقى صالح للأكل او ان شاء الله نقدر ناكله من الافضل ان انا بحطه بوزعه لبرطمانات صغيرة عشان اخد الكمية على قد الوقت لو انا ما عنديش برطمانات صغيرة بعمل الكمية وبعد ما فتحت البرطمان تلقائي بتحط في التلاجة لانه بيختلف عن السردين وعن الفيسيخ زي ما قلنا حجمه صغير وزي ما احنا يعني احنا عملنا الفيسيخ برضو طالما تفتح خلاص موقعه الطبيعي التلاجة بناخد منه بقى بيتلقائية زي ما احنا عايزين الكمية اللي احنا عايزين بنضيف بقى اللمون والأي اضافات اللي احنا بندفها وبناكل منه بالهنة والشيفات طب لو انا ما فتحتوش بيعود من السنة للسنة بدرجة حرارة الغرفة العادية لان انا معرضتوش للهوى ما حصلوش صدمة ما فيش اختلاف في درجة الحرارة والهوى الخارجي دوma ما اتنقلوش اي تغيير في الهوى لقدر الله يفسده طالما ما تفتحي انا عندي اختيارين ما تفتحش ممكن يعود من السنة للسنة اتفتح بحطه على طول في التلاجة الاختيار الافضل ان انا باعمل المكونات على قد الوجبه بعد ما بعملو على قد الوجبه بفتح البرطرمان باخد منه الكمية انا عايزها وبفتح البرطرمان الجديد دي الكمية اللي عندي اللي احنا عملناها لو رجعنا المقدير اللي احنا عملناها كاتمقدرنا سهلة عبارة عن كيلو ونص من البسارية ثلاث معلقة من الملح الخشن ثلاثة من البابريكا اضفت معلقة من الفلفل الاسوكة اضافة رون شطة وعندي الزيت جبت البسارية ما ده هسلتش حطت لها لمون كمية منازمة من اللمون سبتها 24 ساعة بعد كده قلبتها كويس جدا جدا بعد ما سبتها 24 ساعة بعد التقليب حضرت محلول ملحي عبارة عن ملح خشن وبابريكا وكركم وفلفل الاسود والشطة والزيت حطيت المكونات كلها على بعضها وروحت منازلة بيها على السمك قلبت السمك كويس جدا جدا بسيبه تاني 24 ساعة عشان يبدأ يتخلى للملح كل كمية السمك بحضر البرطمنات عندي معقمة وبنبدأ نضفها بعدين بسضيف طبقة من الزيت الزيت مدى عزلة ومدى حفظة وفي نفس الوقت هيقدي لي لعملية التخليل وهيبقى عامل زي السمك السردين المعلب بس ده الصغير عن السمك الكبير وبيعود 10 ايام او بيعود من السنة للسنة بإذن الله تعالى في درجة حرط الغرفة العادية لو ما فتحنوش لو فتحنا بحطه تلقائي في التلال بمقدير سهل وبسيطة نحاول نستفيد من الاسماك القابلة للتخليل فيها فيتامينات عالية فيها اومجاستري غنية جدا بالكالسوم بالمعادن اللي بيحتاجة جسم الإنسان وخصوصا في فصل الشتة وزي ما احنا شايفين طريقته سهلة جدا بسيطة جدا ممكن لي لأ ما نجرب اي نوع من انواع السمك لو لأنا اي انواع من انواع السمك نقدر نخليله لي لأ ما تبقاش فيه تجربة ويبقى فيه ريادة للواحد كشخص ممكن لو الماكرونة تنفع نعملها لي لأ ما نعملهاش لو مثلا المرجان نحاول نفكر ونبتكر زي اللي ابتكر البسارية وعملها ممكن نعملها والله فكرة برضو ممكن نعمل الأسماك دي ان شاء الله لو ربنا أزن ممكن نبقى نعملها وتبقى متواجدة عندنا أسماك مملحة بتبقى ليها فايدة كبيرة جدا جدا مفيدة ومغزية جدا لا تقل أهمية عن السمك اللي احنا بنكله مقلي أو سينية أو ماشي بمقدير بسيطة عملنا البسارية نقدر نستفيد بيها متواجدة لحد آخر شهر اتنين بإذن الله تعالى وان شاء الله هنتقابل في منتج جديد هنسيبها لعشر ايام بعد العشر ايام ان شاء الله هنفتحها ونشوفها مع بعض ونبدأ نكل منها بإذن الله تعالى ندفلها بقى اللمون والخل بقى حاجات بسيطة جدا ما نقطرش لأنها السمك كخامة السمك ذات نوسية ما تستحملش مزاي السردين أو الفسيخ يضوب قطرة من الخل ولموناية ونكلها بالهنة والشفاء ده منتج جديد والحد ان شاء الله ما نتقابل في منتج جديد آخر استودعكم ان الله لازل تجيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة